المعادلات الخطية في البداية دعنا نتعرف ما هي المعادلات فالمعادلة تكون بهذه الصور هنا عبارة جبرية عندما أقول عبارة جبرية فإني أعني أن فيها متغير مثل السين في الناحية الأخرى يوجد قيمة أخرى وبينهما مساواة ولذلك نسميها معادلة أن هذه الكفة تعادل هذه الكفة وما معنى قولنا نحل المعادلة عندما نقول نحل المعادلة أي أننا نوجد قيم السين التي تحقق هذه المعادلة قد تكون هنا قيمة واحدة أو قيمتان أو أكثر للسين إذا عوضنا بها هنا تتحقق هذه المعادلة أي أن الجزء اليمين سيساوي للجزء اليسار تختلف المعادلة عن المتطابقة فالمتطابقة تكون صحيحة دائما في المعادلة قد نجد قيمة أو قيمتان أو ثلاث تحقق المعادلة أما المتطابقة فتكون صحيحة دائما أي قيمة للسين نضعها في المتطابقة ستكون صحيحة ولنتعلم الآن كيف نحل المعادلات ذات الخطوة الواحدة ولفعل ذلك سنستخدم خاصية الجمع في المساواة وأيضا خاصية الطرح في المساواة وماذا نعني بهذه الخاصيتين؟ تقول هذه الخاصية إذا كانت عندي معادلة مثل ألف يساوي باء خاصية الجمع في المساواة تقول إذا أضفت عددا إلى هذا الطرف وأضفت نفس العدد إلى هذا الطرف كان أضيف مثلا العدد جيم على هذا الطرف وأضيف أيضا العدد جيم على هذا الطرف فإنني بذلك أحافظ على المساواة فإذا جمعت ألف زائد جيم سأحصل على ألف زائد جيم ستساوي إذا جمعت باء زائد جيم فأحصل على باء زائد جيم لأني أضفت نفس العدد إلى الطرفين فقد حافظت على المساواة كأنه ميزان ذو كفتين أضفت وزنا هنا وأضفت نفس الوزن إلى الجهة الثانية فما زالت المساواة قائمة خاصية الطرح في المساواة مشابهة تماما لخاصية الجمع فقط بدل أن نجمع نطرح فإذا كان عندي العددين ألف يساوي العدد باء بينهما مساواة فإذا طرحت من هذا الجانب العدد جيم طرحت أيضا من هذا الجانب العدد جيم فإن الناتج وهو ألف ناقص جيم سيكون مساويا للناتج هنا باء ناقص جيم لأنني طرحت نفس العدد من الكفتين فإن الناتج سيكون متساويا أيضا وكيف أستخدم هذه الخاصية في حل المعادلات فلنأخذ مثالا انظر هذه إعلامة مساواة وعندي طرفان متساويان إذن هي معادلة وأريد حلها يعني أريد أن أجد قيم الجيم التي إذا عودتها هنا تتحقق هذه المعادلة وكيف أستخدم خاصية الجمع في المساواة أو الطرح في المساواة لحل هذه المعادلة هدفي هنا أن أجد قيمة الجيم التي تحقق المعادلة يعني أريد أن أصل إلى جيم تساوي عدد ما وكيف أصل إلى هذه النتيجة انظر هنا مطروح 22 فإذا أضفت لهذا الجانب 22 ولكي أحافظ على المعادلة يجب أن أضيف إلى الجانب الآخر 22 فإذا جمعنا هنا 22 ناقص 22 بصفر الصفر لا أكتبه إذن تبقى الجيم في هذا الطرف في هذا الطرف سأجمع 54 زائل 22 يصبح الناتج 76 إذن هذا هو الحل قيمة الجيم التي تحقق هذه المعادلة هي 76 توجد خاصية أخرى للمساواة وهي خاصية الضرب في المساواة وتقول هذه الخاصية إذا كانت لدي معادلة وضربت أحد الطرفان في عدد جيم مثلا وضربت الطرف الآخر في نفس العدد جيم فإنني أحافظ على المساواة أي ستبقى المساواة كما ونستخدم هذه الخاصية في حل المعادلات ولنأخذ مثالا هذه المعادلة على سبيل المثال نريد حلها تذكر أن حل المعادلة يعني إيجاد قيمة المجهول أي أننا نريد أن نصل إلى قاف يساوي عدد كيف أصل إلى هذه الصورة؟ منظور القاف هنا مضروبة في اثنان في ثلاثة فإذا ضربت هذا الجانب في ثلاثة على اثنين ثلاثة على اثنين في ثلاثة على ثلاثة يصبح واحد واحد في قاف بقاف إذن أستطيع بهذه الطريقة أن أتخلص من هذا الكسر ولكن في هذه الحالة يجب علي أن أضرب الطرف الآخر في نفس الكسر وهو ثلاثة على اثنين إذا ضربته نضرب البسط في البسط ثلاثة على والمقامة في المقام أربعة إذن هذا هو الحل قاف يساوي ثلاثة على أربعة ولو عوضنا بالثلاثة على أربعة في المعادلة فستحققها وبعد أن تعلمنا حل المعادلات ذات الخطوة الواحدة فلنتعلم حل المعادلات المتعددة للخطوات مثل هذه المعادلة انظر في جانب السين لدينا طرح ولدينا أيضا ضرب ذكر دائما أن الحل يعني سين تساوي عدد نريد أن نصل إلى هذه الصورة كيف نصل إلى هذه الصورة اتبعوا هذا الترتيب نبدأ بالجمع والطرح ثم الضرب فإذن يجب علينا أولا أن نتخلص من هذه الأربعة كيف نفعل ذلك فلنكتب الجانب كما هو وهذا الجانب الآخر كي أتخلص من سالب أربعة أجمع على هذا الطرف أربعة استطيع أن أكتبها في نفس السطر وإذا جمعت هنا أربعة يجب أن أجمع في الطرف الآخر أربعة أيضا سالب أربعة زائد أربعة يصبح صفر إذن تخلصت منها ويبقى عندي أحد عشر سين يساوي في هذا الجانب تسع وعشرون زائد أربعة بثلاث وثلاثين تهينا من الجمع والطرح الآن ننتقل إلى الضرب كيف أتخلص من هذه الأحد عشر أقسم هذا الطرف على أحد عشر الطرف الآخر على أحد عشر أحد عشر على أحد عشر بواحد واحد في سين بسين ثلاث وثلاثين على أحد عشر يساوي ثلاث هذا هو الحل لكي تتحقق عوض بالثلاثة في المعادلة الأصلية أحد عشر في ثلاثة بثلاثة وثلاثين ناقص أربعة بتسن وعشرين شكراً للمشاهدة